بدلوا شوي الجاو نحكيوا على زيادة فلسل مزارة الصناعة والمناجم والتاقة والتجارة وتنمية الصادرات أعلموا أنه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022 بشي تم ابتداء من غرة فيفري على الساعة الصفر إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية خلينا أعطيكم مثلا البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 2155 مليم الليتر يعني بزيادة 60 مليم الليتر القزوال بدون كبريد 1860 مليم الليتر بزيادة 55 مليم والقزوال العادي 1655 مليم الليتر أي بزيادة 50 مليم الليتر تعليق تويسق قالوا هكا الواحد يرجع كعبى وكهاوفة ما اللي اكتب والله غير الواحد يرجع للكار الصفرى والمترو معادش يساعد هكا تعليق آخر يقول والله كان واحد يشدار ومشي يخدم يكون أحسن وخير معاتش خالتين رانة لعلى خضرة لعلى ميل لعلى ظول لعلى نقل لعلى إسانس وين بيش نجوين بيش نشبو وفما اللي قال يا رفيق ذي يا صدقني قديش من كومنتار اللقيت يمكن عشرين كومنتار وطاش قالوا يزيدوا ولا ينقصوا أنا بتبيعتين سب عشرين دينار واشا مو بشي بدلو شي فحيتو معنا سب عشرين سي سب عشرين بعيد على التفديك بورهين هذا منتظر متوقع وقاية عادة نفهم وإحنا في علاقة بالأسعار والدعم وغير وكذلك رغم أنه هنا بعده حتى علاقة بالدعم الباري اللي طلعها بالجديد في العالم عادي أنه تصير زيادة في الليسوس مناش بلاد منجل وهو هل التخلي التدريجي على الدعم من المحروقات اللي هو يكلف ميزانية الدولة أكبر نسبة متاع مخصة للدعم راهو كان مبرمج وفي العادة أنه يبرمج كل ثلاثية ولكن تم تأجيله لأسباب سياسية بعد 25 جويل فوق علينا ما نحسوش لعبات فما كده واحد السياسة كي تدخل في الاقتصاد راه يتولي فما بارش حسابات ولكن جاءتها وما عادش فما الإمكانية كاوسي فيني الظهر للحيط ارتفاع أسعار البترول برميل بلغ 90 دولار وبطبيعتنا يعني يزبنا نمشيه في هالمسار هداية بتاع التخلي التدريجي عن الدعم أولاً في المحروقات دانياً في المواد الأساسية بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات المؤلمة المطلوبة بالتالي نتوقع زيادة زيادة عن قريب بعد شهرين أو ثلاثة أشهر في أسعار المحروقات لأنه كما قال بلاغ وزار التجارة راه رغم ذلك هذه الزيادة هدية راهي لن تغطي الحاجيات الكبيرة في ميزانية الدولة للحد من الدعم باعتبار من وقت بورقيبة حتى التوى الثغرة الكبيرة في الميزانية اللي تخلي لقصة الميزانية المخصلة للدعم الميزانية المخصلة للدعم خطر مانيش نبيعه في الكاترول بسعره الحقيقي ألا غالب النسي زي ما تتعود راه هي شنية راه هي حقائق موجودة لكن شفما جي سياسة تغطي على حكايات هدية ياولادي يونترو طاو وقت لي تبدأ كل خماضة وجماعة الشيخة ما خطر زيادة بوريان ما عندك حتى معارضة عندها 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 مبادئة عندها روح متعوتنية خطر مفهم حتى معارض يخرجون يقول لك أي الحكومة عند الحق تزيد على خاطر كذا وكذا وكذا ديما نستعد وقت لي غضوة كان يشد الكرسي يعمل هو كيف كيف بطبيعة بطبيعة لكن كيما قلنا راه هي مشكلة البلاد حاليا هي طغيين السياسي على الاقتصادي وهي جا وفصل وثمانين ومشل على القضاء ودرشنية ياولادي فاكل غمرة بتاعك الجوجب هذيك فيقوا راهو الدعم بش يتنح راهو البتروي كذي راهو ش بش نعملو في الشارع ش بش نعملو في التضخم لا لا ما في بناش حتى لين يجيوا يقفوا كيف يفيقوا ذاتا يوم ذاتا واحد في إفري الفين واثين وعشرين اه يقولوا ياه هاو اخذينا الفلوس من عند البوستر هاو اخذينا في الواحد هاكتشوف حتى لتو ولا اخبر في السياسة النجمو نحكيه عليه لانه لا معنى له اليوم مهما كان لا استشارة إلكترونية لا مجسعة لقضاء لا الفصل الثمانين لا محكمة للمحاسبات لا الجراء من الانتخابية اليوم هاو صحيح سيدي البيترال زاد الدنيا بيش تزيد تغلى الاسعار بيش تزيد تلتهب اسلاحات اخصادية داخلين فيها ولا لا الله أعلم نحب نيخو نقطة أخرى لانه تقريبا الكلم بيش قولوا وانتي ذاك هو اللي احنا نعرفوه مناش خبار اقتصاديين سونيا وصوف سي عندك باركونتر كيف يشتكر مثلا انه السفحة الرسمية لوزارة التجارة تغلق امكانية التعليق على منشور قرار الزيادة طو انتي مطالب تخرج تصارح العبيد في تلفزة وتحكي وتقول لهم ارانا بش نرفعو الدعم و مش معقول برهان بسيس يسوب لسانس بنفس السوم بتاع واحد يخلص 300 دينار و رفيق كيف كيف و رجل اعمال الكبير كيف كيف و عام عامين بش نتعديو المواد الاولية انا مجبش نشري خبزة بمئتين وقت اللي الزوالي ما عندوش يزي من يشري خبزة بخمسمائة على غالب بش لاخي نجم يشريها بصومها للمدعم مطالب تخرج وتواجه وتقول لك كلمة ذي وتتحمل ضغط البلاتويت و سبين المعارضة والضغط الاعلامي بش يكون ضغط ضدك خايف من كومنتاريته على صفحة الوزارة كيف من عش تكره النورمال هيدا سونية مثلا مو في اتار سياسة الدولة الحالية اليوم احنا عمنا سياسة الدولة صامتة ما تحبش تتفعل عنا رئيس جمهورية يخرج يخطب وحده ما يتكلمش مع الاعلام ما تتطرحش عليه اسئلة عندك والي بنعروس وقت اللي يتطرح عليه سؤال يخسل ويشل للصحفية اللي تجرأت اني تطرح عليه السؤال عندك رئيسة حكومة صامتة عندك وزارة صامتين نوك رافضين اصلا يسمعوا الفيدباك انا انا نقول حاجة ما نحبش نسمع انتش نورايك فيها انا رئيس جمهورية نخطب وحده وما يهمنيش نوري تقولوا انتوما انا والي ما نسمحنكش انا رئيس حكومة ما نكلمكش دونك في اتار هيدا الكل من العادي اخي انتي سمحني شو بش تكونوا التفاعلات شو بش يكونوا لك كومنتيخ بش يشكرهم يقولكم يعطيكم الصحة والكل انا هاني علمتك وانتي اشرب ولا طاير جرنك وما يهمنيش فيك تتغشش ولا ما تتغشش